أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن أجهزة الدولة تواصل جهودها لتوفير السلع بكميات وأسعار مناسبة تنفيذا لتوجهات الرئيس السيسي جاء ذلك خلال تفقد مدبولي معرض أهلا رمضان بأرض المطاحن بشارع الملك فصل بمحافظة الجيزة وخلال الجولة أكد رئيس الوزراء أن تضافر جهود أجهزة الدولة المعنية أسهم في توفر المنتجات والسلع الغدائية بأسعار مناسبة وعروض مميزة للمواطنين فضلا عن التوسع في إقامة المزيد من المعارض والمنافذ في أنحاء الجمهورية كما أجرى رئيس الوزراء حوارا مع عدد كبير من المواطنين من رواد المعرض بشأن المنتجات حيث ثمنوا جهود الحكومة في توفير السلع الأساسية لهم بأسعار وجودة مناسبة